اهلا بكم من جديد شهدات المنطقة في الأسبوع الماضي حراكا ديبلوماسيا ناشطا كان يهدف إلى تثبيت هدنة قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وشهدت عمان لقاءات متعددة للدفع نحو الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وإحياء مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية بعد اتفاق وقف اطلاق النار كان التأكيد الملكي متجددا لجهة تلبية الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات ودعم صمود المقدسيين وعدم تهجيرهم ووقف العدوان على غزة وتثبيت الهدنة والعون المستمر لإغاثة الأهل في القطاع الذي تعرض لدمار كبير من آلة الحرب الإسرائيلية ينضم إلينا في الستوديو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية دكتور بدر الماضي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك في الحقيقة حراك ديبلوماسي مكثف شهدته المنطقة من أجل تثبيت الهدنة ولكن نتحدث من جهة أخرى استفزازات إسرائيلية لا تنتهي وتم حتى اقتحام حي باب الهوى وبالتالي ما مصير الهدنة اليوم؟ يعني عندما نتكلم عن مصير الهدنة نتكلم بالفعل عن هذه الاستفزازات وهذه السياسات الإسرائيلية التي لم يرق لها حقيقة التعاطف الدولي وتعاطف الإقليمي فيما جرى مع الأخوة في الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بشكل عام تعلم إسرائيل تماما أن ما جرى في الأيام وفي الأسبوع الأخيرة هو كان خسارة كبيرة لها جدا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي فلذلك كان من المتوقع أن يكون هذا السلوك الإسرائيلي باتجاه هذه القضايا وباتجاه محاولة اختراق صراحة أو خرق الهدنة بشكل أو بآخر ولكن بالتالي لا بد من ممارسة الضغوطات الدولية وأقليمية على الجانب الإسرائيلي من أجل أما ضبط سلوكه في اتجاهات معينة وأما تغيير هذا السلوك فهذا هو النشاط والحراك في الفترات الأخيرة من أجل محاولة مزيد من الضغط ورفع التكلفة السياسية على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف هذه الخروقات التي يتحملها الجانب الإسرائيلي ويتحملها بسبب عدم إدراكه لأهمية صراحة الحفاظ على هذه الهدنة وبالعكس الخروج من الهدنة والذهاب إلى ما بعد الهدنة بمعنى العودة إلى طاولة المفاوضات ومحاولة أعطاء الشعب الفلسطين حقه ومحاولة العودة إلى ما تم الاتفاق عليه من تحقيق أماني وأمال الشعب الفلسطين وربما هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي في زيارته إلى المنطقة وأشار إلى حل الدولتين وهو في الحقيقة ما دعا إليه الأردن مرارا وتكرارا وأشاد أيضا بالدور الأردني في دعم المفاوضات لوقف النار اليوم برأيك بعد ما حصل من احتجاجات غير مسبوقة من الداخل الفلسطيني تصعيد على غزة وربما حتى الرأي العام العربي والدولي كان في صالح الفلسطينيين هذه المرة هل يعني شعر العالم بأنه بالفعل ما كان يقوله الأردن مرارا وتكرارا بأن القدس خط أحمر وبأن حل الدولتين هو الحل الوحيد المطروح على الطاولة لا بد من الحديث هنا عن مشاهد متعددة فيما جرى بآخر 15 يوم أو 20 يوم نتكلم عن مشهد الأمريكي الداخلي نتكلم عن مشهد الفلسطيني نتكلم عن مشهد الكيان الإسرائيلي ونتكلم عن مشهد الدولي بشكل عام هناك ضغوطات كبيرة جدا عندما نتكلم عن المشهد الأمريكي نتكلم عن ضغوطات إعلامية كبيرة جدا نتكلم عن تغيير في التركيبة والبنية السياسية داخل الكونغرس الأمريكي والتي أثرت تأثير كبير جدا على صانع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية نتكلم عن إدارة الأمريكية التي تنوعت مشاربها السياسية والتي بالتالي تؤدي إلى ممارس ضغوطات كبيرة جدا أيضا على صانع القرار السياسي من ثم ننتقل أيضا إلى دور وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت اليوم يعني الإيقونوميس أو الفرن بوليسي عندهم مقالات مهمة جدا وهذه تشكل الرأي العام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث عن حل الدولتين أن هذا الحل واجب وهذا أيضا ينسج مع ما طرحه جلالة الملك وطرحته السياسة الأردنية في الفترات الأخيرة على كل زوار المملكة والاتصالات التي أجراها جلالة الملك والدبلوماسية الأردنية في أنه يجب أن يكون هناك حل يجب أن لا تترك الأمور على عواهنها أيضا نتكلم عن الضغوطات التي مورست داخل الوطن العربي وكأن هناك أصبح في فجوة بين النظام الرسمي العربي وعلى المستوى الشعبي فلذلك لا بد من محاولة تجسير هذه الفجوة من أجل الانتقال إلى مناطق قد تكون أكثر هدوءا في الداخل الإسرائيلي أيضا مشهد مهم جدا عندما نتكلم عن صحيفة هارتس يوم أمس أو اليوم أيضا كان فيه صراحة ضغط كبير جدا من الداخل الإسرائيلي على قيادات إسرائيل من أجل القبول في ضرورة الانتباه إلى الحق الفلسطيني في إقامة دولتو ومحاولة وقف آلة القتل ضد الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية أيضا عندما نتكلم عن المشهد العربي لم يعد بالإمكان حقيقة الوقوف متفرجا أو يعني لنقول أخذ الأمور إلى جانبا ولا تكون القضية الفلسطينية هي الذات الأولوية الأولى لكثير من السياسات العربية لا بل استطاع الفلسطينيون حقيقة في الأيام الأخيرة من العودة بهذا الملف على طاولة البحث ولم تعد صراحة مثل الملف الإيراني هو الأولوية الأولى سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو للدول العربية والأطراف العربية وأنما أصبحت القضية الفلسطينية مجددا هي القضية والأولوية الأولى في منطقة الشرق الأوسط في العالم العربي لا بالعالم لأن تداعيات ما يجري في فلسطين لن تكون فقط في منطقتنا التداعيات لا سمح الله إذا كان السلبية ستجمل العالم فلذلك كان هذا صراحة موقف الأردن موقف جلالة الملك مثلا الدولي المسيو الأردني أكدت على ثلاث قضايا مهمة جدا الوصائل هاشمية على القدس نتكلم أيضا عن ضرورة إبقاء الوضع القائم ما قبل في قضية القدس وهذا مهم جدا وأيضا ضرورة العودة إلى طاولة الفوضات وإيجاد حل أساسي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية يعني بالفعل صحيح وخصوصا بأن بايدن عندما استلم الرئاسة أشار بشكل واضح بأن أشرق الأوسط لم يعد أولوية ولكن تعود اليوم القضية الفلسطينية لتعود إلى الصدارة لفت انتباهي تصريح في أحد الصحف الأمريكية لبلينكين قال إنه سمع من إسرائيل مباشرة ومن حماس بشكل غير مباشر أن الطرفين يريدان الحفاظ على وقف إطلاق النار يعني وبالتالي ما أفهم بأنه ليس هناك من أي مصلحة لدى الطرفان من التصعيد مجددا وهل مزالت حماس داخل المعادلة بما يخص اتفاقيات السلام وما إلى ذلك من مفاوضات على الطاولة اليوم أنا لا أعتقد بأي شكل من الأشكال أنه يمكن تجاوز حماس أو الحركات المقاومة الموجودة في فلسطين وبشكل عام الضفة الغربي أو قطاع غزة هذه أصبحت حقيقة ويجب التعامل معها يمكن للأمريكان أن على الأقل يتجنبوا الحديث بأننا سنتحدث مباشرة مع حماس في الأيام الأخيرة ولكن بالتالي لا يمكن حقيقة تجاوز هذه الحقيقة التي أثبتت في الأيام الأخيرة أن حماس هي عنصر أساسي وأن ما جرى في غزة هو زاد من عوامل الضغط سواء على السلطة الفلسطينية أو على الأطراف المعنية في قضية السلام إسرائيل تدرك تماما أن ما جرى في الأيام الأخيرة هو قد غير في موازين القوى بمعنى عندما نتكلم عن ليس فقط في القضايا السياسية وإنما نتكلم في قضايا عسكرية وقضايا مهمة جدا أصبحت في يد الطرف الفلسطيني وخاصة عندما نتكلم عن الحركات المقاومة الأمريكيون يعلمونه تماما والإسرائيليون يعلمونه تماما لم يبقى أمامهم إلا قضيتين أساسيتين أما الإنخراط المباشر مع حماس الكلام معها مباشرة أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون فيها حماس أيضا حاضرة مما سيساهم حقيقة في تبريد الساحة إلى حدماء وخاصة الفلسطينية ومحاولة ربط كل الأطراف الفلسطينية في المعادلة القادمة المعادلة القادمة لا يمكن أن يستثنى منها أحد سواء حركة المقاومة الإسلامية حماس أو السلطة الفلسطينية أو كل الحركات التحرر الوطني الفلسطيني الموجودة على الأراضي الفلسطينية فلذلك لا بد حقيقة من شمول كافة الأطراف في أي محادثات قادمة ولا بد من صراحة فتح قنوات أساسية مع كل الأطراف الفلسطينية في الداخل الفلسطين طيب وردني منذ قليل خبر بأن وفد مصري يزور رام الله يوم الأحد ووزير الخارجية الإسرائيل يزور القاهرة أيضا يوم الأحد هل هذه جميعها جهود تنصب في تثبيت الهدنة وأين هي غزة أين هي حماس من كل هذا يعني من هذه المفاوضات كما تعلمين الأخوة في مصر لهم علاقات مباشرة تماما مع قطاع غزة ومع الحركة الإسلامية يبدو أن الحراك المصري أيضا يريد أن يجسر العلاقة بين غزة والضفة الغربية يريد أن يحاول أن يسهم في عملية صراحة محاولة عادة الأمور إلى نصابها الحقيقي تريد مصر أن تقول للسلطة الوطنية الفلسطينية كما أعتقد أنها قالت أيضا لإسرائيل أنه لا يمكن تجاوز حماس الآن كفاعل أساسي في المعادلة الفلسطينية ومعادلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو الإسرائيلي العربي فلذلك أنا أعتقد أن مصر قد دخلت بقوة هذه المرة بسبب علاقتها مع حماس أنا أعتقد أطراف عربية أخرى وعلى رأسه الأردن أنا أعتقد لهم دور مهم جدا أيضا في هذا الأمر يجب استغلال هذا الأمر يجب استغلال هذه الضغوطات الدولية الشعبية سواء على المصر والوطن العربي أو العالمي يجب استغلال تشكيل حقيقة رأي عام جديد من أجل الزرق على إسرائيل ولكن ما قصدت بأن الشروط التي وضعتها إسرائيل على الطاولة اليوم لتثبيت الهدنة هل ستوافق عليها حماس؟ على سبيل المثال اشترطت إسرائيل بإعادة مواطنين إسرائيليين إسرائيليين احتجزوا في غزة رهائن وشروط أخرى طبعا يعني عدم تطوير القدرة الدفاعية وهو أيضا ما لا تقبل به حماس وشهدنا تطور في الحقيقة في القدرة الدفاعية مع أنه كانت إسرائيل في الماضي تتبجح دائما بأنها قضت على أسلحات حماس وأنفاق حماس ولكن يعني حماس أثبتت العكس اليوم نعم يعني في قضية مهمة جدا إسرائيل لها أن تضع الشروط التي تريدها وحماس والقوى الوطنية الفلسطينية الأخرى لها أن تقبل أو أن ترفض هذه الشروط أنا أعتقد في الظرف الحالي والمرحلة الحالية بسبب الدعم والحاضنة الدولية والمحلية والشعبية العربية أنا أعتقد أن حماس لن تقبل بهذه الشروط الحقيقة التي تعتبر شروط مجحفة بحق المقاومة الفلسطينية لكن هذا السقف تضعه إسرائيل ومن ثم يمكن النقاش عن كل هذه الشروط تحت هذا السقف فلذلك أنا أعتقد الأيام القادمة وبسبب هذه الزيارات المتبادلة بين القاهرة وبين الأطراف المعنية أنا أعتقد سيتم التوصل إلى شروط أقل حدة يمكن أن تقبل بها حماس ويمكن الضغط على إسرائيل للقبول بهذه التوجهات الجديدة نعم لكن كما ذكرت معادلة جديدة اليوم نحن أمام معادلة جديدة وكنا قد أيضا تفائلنا في الموقف الأمريكي نوعا ما خصوصا بعدما الديمقراطيون في داخل الكونغرس أوقفوا صفقة أسلحة مع إسرائيل لكن تعود الولايات المتحدة مجددا وتصرح بأن أمن إسرائيل خط أحمر وبالتالي الموقف الأمريكي يبدو كأنه يكيل بمكيالين وتدعو للسلام من جهة أخرى وتغض البصر عن الاستفزازات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح وفي المسجد الأقصى المبارك أي محاولة للقول بأن الموقف الأمريكي سيتحول بين ليلة وضحاها من داعم أساسي لأمن إسرائيل لأن يكون داعم للفلسطين هذا قول صراحة تجاه فيه الحقيقة ولكن هل هناك تحولات؟ بالتأكيد هناك اشتباك إيجابي مرت أربعة سنوات عجاف أيام دونالد ترومب والذي أهمل القضية الفلسطينية بالعكس كان منحازن إلى الطرف الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي مما أوجد حالة عالمية وأوجد حالة للأسف دولية في أن الإسرائيلي له الحق والفلسطيني ليس له الحق هذا الاشتباك الإيجابي الذي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة بايدن أن تحاول أن تسير فيه في الأيام الأخيرة أنا أعتقد مرده إلى عوامل كبيرة جدا وخاصة العوامل الداخلية الأمريكية ذكرتي حضرتك في قضية الأسلحة هو لا تستطيع القوى الموجودة في الكونغرس إيقاف مشروع الأسلحة أو بيع الأسلحة إلى إسرائيل ولكنه بالتأكيد شكل حالة جديدة خاصة عندما نتكلم عن شخصية مهمة جدا بيرني ساندرز وهو يهودي مهم جدا في الكونغرس الأمريكي والذي قاد جهود كبيرة جدا لمحاولة الضغط على الموقف الأمريكي من أجل أن يساهم في دعم الشعب الفلسطيني أيضا نتكلم عن التقدميين إيهان عمر رشيد طليب ومجموعة من الآخرين في الكونغرس أيضا ساهموا في فعالة في محاولة ضبط سلوك بايدن وتوجيه إلى توجيه جديد عندما نتكلم كما ذكرت عن الموقف الأمريكي المهم هنا يجب العمل على تعظيم هذا الدور الأمريكي كيف يتم تعظيمه؟ في البداية يجب أن نبدأ من الأراضي الفلسطينية محاولة إعادة صراحة تموضع للقوى الفلسطينية ومحاولة شد الأزر بين هذه القوى سواء السلطة أو الحركات المقاومة من أجل الحديث للعالم بصوت واحد ومن ثم يجب تحفيز الموقف العربي والحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشكيل ضغط كبير جدا على الكيان الإسرائيلي من أجل قبول ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن من جهود لكن مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى الدعم الأساسي لإسرائيل ولكن بالتأكيد هناك تحول في الموقف الأمريكي من الاشتباك السلبي إلى الاشتباك الإيجابي مع القضية الفلسطينية طيب تأكيدا على كلامك مركز أمني واستخباراتي أمريكي مركز سترانفورد قال بأن دعم الولايات الإسرائيل بدأ ينهار خصوصا بعد ما حصل في القطاع اليوم تعليقك دكتور هذا بالتأكيد وأيضا قبل يومين في يوم 27 الفورين بوليسي في مقال مهم جدا وكان عنوانه الأساسي يجب أن نتحول من العلاقة الخاصة مع إسرائيل إلى العلاقة الطبيعية هذا تغير مهم جدا في الموقف الأمريكي على مستوى الساحة الإعلامية عندما ذكرنا نيويورك تايمز تضع كل صور للأطفال الفلسطينيين الذين تشهدوا في قطاع غزة في الصفحة الأولى فلذلك أنا أتوقع نعم مراكز دراستات الأمريكية تتابع بهتمام هذا التحول في السياسة الخارجية الأمريكية أنا أعتقد مرة أخرى إذا أردنا الحفاظ على هذا الموقف الأمريكي لابد من العمل سواء في الداخل الفلسطيني ولابد من الداخل في العالم العربي من أجل البناء على هذا الموقف الموقف الأمريكي جيد يمكن البناء عليه ولكن يجب أن نحلم كثيرا لابد من العمل والعمل الشاق من أجل متابعة هذا الموقف والحفاظ على هذا الدعم للقضية الفلسطينية نعم شكرا جزيلا لك أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية دكتور بدر ماضي شكرا جزيلا لك بهذا مشاهدنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أخبار الأسبوع نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة